حديث عن تعديل حكومي مرتقب الأسبوع المقبل اعتلى حديث التعديل الحكومي المرتقب عند بداية الموسم السياسي المقبل صدرت النقاش في الصارونات السياسية وحتى لدى الرأي العام المغربي وعادت معه التخمينات بخصوص الغزراء الذين سيغادرون سفينة عزيز أخنوش بعد مضي نصف ولايتها يرى مراقبون أن القطاعات الوزارية التي بالنسبة كبيرة ستشهد التغيير خلال المرحلة القادمة نجد الوزارات التي ظهرت بشكل باهت في النهوض بقطاعها وتنزيل عدد من برامجها وأكدت المصادر نفسها أن نفس الأسماء ستبقى حاضرة في التشكيل الحكومي مع تغيير في نوعية الحقائب ويرى عدد من المتتبعين للشأن السياسي المغربي أن تعين عدد من كتاب الدولة على صعيد بعض القطاعات الوزارية من شأنه أن يؤثر في أداء هذه القطاعات الحكومية وأن يخفف العبء على بعض الوزراء وأن يساهم في تسريع واتلة معالجة عدد من الملفات العالقة لكن بالمقابل يقلل مراقبون من تأثير تعين كتاب الدولة من عدمه على أداء الحكومة الحالية التي ارتأى رئيسها اعتماد السياسة الأقطاب لتقليص تركيبة الفريق الحكومي ترجمة نانسي قنقر